أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة صحة العالمية المنصة الإلكترونية الأولى للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيسة البعثة نعيمة القصير إن علاج الإدمان ضرورة ملحة مؤكدة أنه يمكن لهذه المنصة أن تنتقل خارج مصر موضحة أنه مع كل أربعة أشخاص هناك شخص يعاني من مشكلة النفسية ويحتاج إلى دعم نفسي في هذا الإطلاق اللي أنا شايفاه إطلاق المنصة الأولى من نوعها المنصة الحكومية الأولى من نوعها مش بس في مصر هي كمان في منطقة الشرق الأوسط فهذا الحقيقة حاجة تدعو للفخر والسعادة وإحنا وإحنا بنجهزها ما كناش نعرف المعلومات دي الحقيقة إحنا فجئنا إن إحنا أول ناس ودي حاجة جميلة وتساعدنا وانشرفنا كلنا شرفنا كمنظمة الصحة العالمية بإطلاق هذه المنصة بالتعاون مع عدة جهات تعاون ما بين مؤسسة رسمية حكومية ووزارة الصحة والسكان منظمة الصحة والسكان جمعيات مثل جمعية الأطباء النفسيين إطلاق المنصة أتت في وقتها أتت في وقت بعدنا أحنا نعتقد أن الجائحة انتهت وخلاص عشنا حياتنا ونعيش حياتنا الحمد لله ولكن يجب أن نكون متنبهين أن هناك في نفس الوقت مخاطر أخرى بحياة كل يوم عندنا حاجة جديدة في وزارة الصحة في الأمانة عندنا كل يوم إنجاز جديد عندنا كل يوم تحقيق الهدف من الأهداف للمجوة ترجمة نانسي قنقر